تجمع مصر وتاجكستان علاقات ثنائية تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث يسعى البلدان إلى استثمار الإمكانات التي تتمتع بها كل من الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما إضافة إلى مواصلة برامج التدريب ودعم الفنية التي تقدمها مصر فضلا عن استقبال الدارسين من تاجكستان في الأزهر الشريف والجماعات المصرية علاقات طيبة تجمع مصر وتاجكستان في العديد من المجالات بالشكل الذي يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الرئيس السيسي التقى مع رئيس تاجكستان إمام علي رحمون مرتين الأولى كانت في مايو من عام 2015 على هامش مشاركة الرئيسين في احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر في الحرب العالمية الثانية أما المرة الثانية فكانت على هامش مشاركة الرئيسين في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في عام 2017 القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين مصر وتاجكستان تؤكد اهتمام البلدين بتطوير العلاقات الصنائية وتبادل الخبرات بينهما خاصة في ظل التطورات الإيجابية والنمو والازدهار التي تعيشها مصر حالياً ونجاحها في استعادة مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم مصر وتاجكستان يعملان على تعزيز التعاون بينهما من خلال استثمار الإمكانات التي تتمتع بها كلتا الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما فضلاً عن برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر واستقبال الدارسين من تاجكستان في الأزهر الشريف والجامعات المصرية وتتفق البلدان على أهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لخطر الإرهاب واستئصاله من جزره بجانب المواجهة العسكرية والأمنية تاجكستان فتحت سفارتها بالقاهرة في عام 2007 وهي الأولى لها في العالم العربي لتصبح جسراً لمزيد من التواصل والتقارب بين الشعبين المصري والتاجكي ولتعزيز التعاون السنائي بين البلدين